وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أكدت أن لا نية لها في كسر الودائع البنكية للجمعيات التعاونية لسداد مديونياتها لدى الموردين مبينة أنها تتبع سياسات وقائية لحل المشكلات ومحاولة معالجتها عبر إجراءات تحسن المركز المالي للجمعية الوزارة أوضحت أن هناك ضوابط واشتراطات لكسر الودائع تتمثل في النظر إلى الوضع المالي لكل جمعية والتي لابد لها أن تراعي وفقا للقرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني عند الإيداع ألا يؤثر المبلغ في وفاء الجمعية بالتزاماتها المالية تجاه الغير مع مراعاة استحقاقتها